موسيقى السلام عليكم اليوم سوف نظل لكم على البحث التطوير العلمي في المغرب هو اكيد ان البحث التطوير العلمي ماشي اولوية في المغرب جليو لكي نعطيكم بعض الارقام المغرب ينتج 0.5 مقال علمي في العام الموين العالمية هي جوج مقال في العام المغرب لديه مرتبة 58 في العالم في مجال البحث العلمي وفي 3.3 مليون المنتوجين في العالم المغرب ينتج غير 0.8% فقط منهم 0.0% ترى هنا ان المغرب لا تسوق على المجال العلمي لا أعطيه اهم منها ويجب ان يتعلم ان البحث المغرب الكبير من المنصف السلاوي ورشيد يازامي لا ترى انجازات الحياة منهم من المنصف السلاوي ورشيد يازامي من احسن طلاب في العلم لا تنساوش بلي لازاكو الانجينيور في الفرنسا تصدموا من الطلاب المغرب التي يقرأوا عندهم بالنقاط التي يأتي اذا لكي ندعموا الشباب ان شاء الله سوف يقولون الانجينيور الانجينيور انهم يبقوا في بلادهم ويفيدوا بلادهم يجب ان نعطيهم بلادهم سيناورا ما غيرتلناش نلومهم الى مشور البرة نحن بحل هذه المجالات بحل البحث العلمي هو ما الذي يعطيه البلاد الشهرة مجدقية واهمية في العالم خلال المغرب يدل البحث العلمي بحل كدير المجال الصناعي اذا كي نختموه البحث العلمي يجب يواجب دولة ودول الجامعات وحنا نتائقين في المغربة على الرغبة ديالهم انهم يطوروا البلادهم في كل مجالات